لا حديث لانا يعلو على انباء زلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتأثرت به عدة دول في الجوار كل برامج الاخبار كانت قصتها الرئيسية عن الزلزال وعن توابعه وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بآلاف الصور والفيديوهات التي تم تداولها للخراب والضحايا من القتلى والمصابين واجتماعات على اعلى مستوى لا تنقطع لمناقشة سبل الدعم والمساعدة في هذه الكارثة البشعة التي يرتفع فيها عدد الوفيات والمصابين كل لحظة بمجرد ازالة انقاض اي بناية منهارة الوضع كان في شدة الصعوبة في لحظة انهار كل شيء مباني سقطت وضاعت تحتها عائلات وحكايات وذكريات حيث يصابق رجال الانقاض الزمن لانتشار الناجين وغير الناجين من تحت الانقاض في ظل ظروف جوية شديدة البرودة مأساة صادمة ومروعة بكل تأكيد الحقيقة ان هناك اكثر من مأساة صادمة ومروعة حصلت وبتحصل قدامنا بعد هذا الزلزال على سبيل المثال مأساة استجابة المجتمع الدولي اللي كان فيها قدر من التناقض وغياب المنطق بيرسموا علامة استفهام هائلة هناك مأساة واحدة وهناك شعبين معاناتهم كبيرة وموجعة ولكن المجتمع الدولي تعامل مع الامر اللي بيفترض انه انساني بحت وكأن البشر اصناف ومقامات المجتمع الدولي خصوصا بعض الدول الكبرى فضلت كيل الانسانية بميكيالين يعني شفنا فيض من الانسانية تجاه مأساة تركيا في مقابله تجاهل واضح جدا من الكثيرين لمأساة سوريا رغم ان الكرثة واحدة معظم المساعدات وعمليات الاغاثة تضفقت على تركيا والقليل جدا ذهب الى سوريا رغم ان سوريا تعاني اكثر بسبب حالة الانهاك وضعف البنية التحتية وعدم توفر المعدات اللازمة لرفع الانقاض بالشكل الكافي امر غريب امر غريب جدا ان بعض الدول وبعض المنظمات اللي بتقدم الاغاثة تجاهلت مد يد المساعدة الى سوريا بحجة وجود عقوبات مفروضة عليها لاسباب سياسية وكأن الانسانية لا يمكنها في اي حال ان تتجاوز اي ما هو سياسي الاسف على سقوط الضحايا والمسرعة في انقاذ حياة الناس هو شعور انساني طبيعي بغض النظر عن اي شيء اخر لاست هناك حسابات ولاست هناك اعتبارات سوى الانسانية هذا ما يجب ان تشعر به اذا كانت هناك حرائق في كاليفورنيا او تسنامي في الفلبين او بركان في ايسلندا او زلزال في تركيا وسوريا الانسانية لا تتعلق بنوعية الضحايا ولا لونهم ولا جنسيتهم علشان كده لا يسعنا الا اننا في المقابل نشير الى مواقف الدول اللي قررت انها تجنب السياسة تماما وتقف بجانب الشعوب الدولة المصرية من اول يوم قررت منح المساعدات للشعبين السوري والتركي وسيرت خمس طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الادواء والمستلزمات الطبية الى ابناء الشعبين السوري والتركي في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف اثار الزلزال المدمر موقف محترم ومشرف ومتوقع لانه يتصق مع سياسة الدولة المصرية التي تتعامل بمنتهى الاخوة في الازمات مع الجميع وتحاول مساعدة الاشقاء والاصدقاء في وقت الضيق وبجانب مصر ظهرت مساعدات عربية الامارات العربية المتحدة على سبيل المثال قدمت 100 مليون دولار لاغاثة المتضررين من الزلزال مناصفة بين تركيا وسوريا مملكة العربية السعودية امرت بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا معا والامر نفسه في سلطنة عمان والبحرين والجزائر وتونس والاردن ولكن ما زالت سوريا بحاجة الى دعم اكبر لدرجة انها تقدمت بطلب مساعدة رسمي للاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي وافق بعد مرور يومين على الكرسى وبعد ان تأكد ان واشنطن لن تعرق الاغاثة سوريا كمان الامم المتحدة انتظرت 60 ساعة بعد حدوث الزلزال علشان توجه دعوة الى وضع السياسة جانبا في اغاثة المناطق السورية المنكوبة 60 ساعة التناقض الاكثر الغرابة الحقيقة كان من الناس على السوشال ميديا شاهدناه من بعض المدعين بان الزلزال جاء نتيجة لغضب الهي وانه جاء تكفيرا للذنوب وانه دليل على انتشار المعاصي الحقيقة ده موقف مش مستبعد من الناس بيوظفوا كل مأساة انسانية كأنها فرصة لتمرير افكارهم وايدولوجيتهم المتطرفة بيستغلوا نقاط الضعف والمعاناة عند الناس بيستغلوا مقاسي الناس علشان يقولوا لمن هم تحت الانقاض هل اتعزتهم ويقولوا للقلوب المنكسرة والقلوب الموجوعة ممن فقدوا اهلهم واحبابهم وخسروا بيتهم هذا عقاب من الله على معاصيكم او معاصي غيركم الموقف ده واستغلال معاناة الناس بالشكل ده اذا لم يكن دليلا على انعدام الضمير الانساني فهو بالتأكيد دلالة على الجهل والتطرف وغياب المنطق وللناس اللي عملت شير لصور بتتاجر فيها بالدين لكتب مقدسة موجودة تحت الركام والانقاض لم تحرق او لم تدمر مع جمل رنانة بتكتب دغدغة المشاعر الكلام عن انه الزلازل سببها المعاصي بيخلق لنا جيل جديد ولكنه جيل اخر سطحي هيفضل يتعامل طول حياته بنفس التفكير من بعد ما حصل اللي حصل والهزة لضرب التركيا وسوريا والتوابع اللي شفنا تأثيراتها من ساعتها وهناك اسئلة منطقية من ناس طبيعية ملهاش علاقة بنظرية المعاصي عن سبب الكوارس بتسأل عن سبب الزلازل وهل فيه امكانية للتنبؤ بيها وازاي الدول موجودة في قلب احزمة الزلازل عيشة في بيوتها اولا يا جماعة الزلازل دي مش حاجة مفاجئة ده حدث منذ نشأة كوكب الارض الزلازل الزهيرة طبيعية بتحدث في بطن الارض نتيجة لحركة الصفائح الصخرية او الالواح التكتونية زيما بيسموها ونتيجة للحركة دي بيحصل كسر مفاجئ في الصخور التحت ارضية وده بيولد كمية هائلة من الطاقة بتمتد عبر الصخور الصلبة في القشرة الارضية وبيمتد التأثير بتاعها على هيئة اهتزاز الى سطح الارض فبنحس بالحركة دي اللي بنسميها زلزال طيب احنا عرفنا انه الزلزال الظاهرة بتحصل في بطن الارض بسبب الحركة ايه اسباب الحركة دي؟ ببساطة في اكتر من سبب من بينهم مثلا ارتفاع درجة الحرارة في بطن الارض وده بيتسبب في انصهار المكونات الصخرية وبالتالي التآكل في الطبقات الصخرية اللي بطبيعة الحال بتتحرك لما اللي تحتها بينصهر والحركة دي بتولد الزلازل ومن اهم الاسباب الانفجارات البركانية اللي بتؤثر سلبا على طبقات الارض وبالتالي بتؤدي لحدوث اهتزازات وفي اسباب تانية زي انتقال الرسوبيات على مساحة كبيرة من الارض بكمية كبيرة فبيحصل تقل على تلك المساحة اللي انتقرت لها الرسوبيات وده بيتسبب في الاختلال او في الاخلال بطبقات الارض وبتتحرك طبقات القشرة الارضية ونتجتها انه تحصل زلازل وبشكل واضح توصلت الابحاث والدراسات المتطورة انه فيه تلات انواع من الزلازل اتنين منهم بيحدثوا لاسباب طبقية والنوع التالت بيحدث لاسباب بشرية بس ملهاش علاقة بالذنوب والمعاصي السببين الطبعيين هم الزلازل التكتونية ودي زي ما قلنا بتنتج عن طريق الحركة المفاجأة على طول الصدعة وحدود الصفائح التكتونية والزلازل البركانية ودي الزلازل الناجمة عن ارتفاع الحمم البركانية نتيجة لانطلاقها من بطن الارض اما الزلازل اللي بتحصل نتيجة للنشاط البشري فبيكون تأثيرها محدود صغيرة يعني وبتحدث نتيجة لعمليات الحفر وعمليات التكسير الهايدروليكي اللي بتتم بغرض استخراج كميات كبيرة مثلا من البترول ومن الغاز او نتيجة لغمر الصخور المتصدع بالسوائل او مشروعات استغلال الطاقة الحرارية الجوفية زي ما بيحصل في ايسلندا والحاجات دي او هذه الانشطة البشرية بتؤدي الى الاخلال بتوازن القوة الضغطة على القشرة الارضية ومن ثم بتؤدي لزيادة وطيرة الزلازل ده حصل قبل كده في مدينة بوهانج بكوريا الجنوبية في نوفمبر 2017 حصل زلزال بقوة 5 و 5 من 10 ريختر والتحقيقات اثبتت انه حصل نتيجة لعمليات الحفر في مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الجوفية على فكرة المناطق اللي التلتقي فيها الصفائح الارضية او الالواح التكتونية معروفة وهي نفس مناطق الانشطة الزلزالية علشان كده بيسموا المناطق دي احزمة الزلازل ودي موجودة منذ تصلب القشرة الارضية ومنذ ظهور اليابسة على كوكب الارض وهتستمر حتى نهاية الكوكب لان حركة الصفائح مستمرة وليس من بين اسباب الزلازل غضب الله ولا اعمال الناس في دنيا ولا الخلافات السياسية بين الدول الملاحظ هو ان الشعوب اللي عارفة الاسباب العلمية للظواهر الطبيعية هي نفسها الشعوب اللي بتسود العالم حاليا والشعوب اللي لسه بتنسب الكوارث الطبيعية لأسباب خرافية او غيبية هي نفس الشعوب المتأخرة عن ركب الحضارة ملاحظ المنطق؟ ملاحظ الربط بين اتنين؟ المنطق بيقول ان العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما وعلى فكرة ده نفس المنطق الضابط للعلوم الشرعية ان السبب والمسبب مرتبطين ببعض لو حضرتك شايف ان زنوبي هي اللي هزت الارض في تركيا وسوريا فما قولك في ان القمر شهد 13 الف زلزال في الثمان سنين اللي فاتوا وده جرم سماوي مفيش عليه بشر اصلا ولا اعتقد ان زنوبي ممكن توصله فاين يا عزيزي الارتباط المنطقي بين الذنب ومعلول الزلزال على فكرة التفسيرات غير المنطقية الخاصة باسباب الزلازل موجودة من زمان جدا الانسان بيتعامل مع الكوارث الطبيعية على انها من غضب الالهة منذ نشأة البشرية وبعدين بيفهم الاسباب العلم بينور له هذه الاسباب وبيعرف ان البرق شحنة كهربائية فائقة وان الراعد الصوت بينتج عن الارتفاع المفاجئ في الضغط والحرارة نتيجة لضربة البرق وبيعرف ان البرقين كسور وضغوط في القشرة الارضية بيعرف بيتعلم وبيتطور ارستو كان من اوائل الناس اللي تحاول تفسر الزلازل بناء على ظواهر طبيعية تفسيري يعني فيه شبهة علم وافترض ان هناك رياح داخل الارض تسبب اهتزاز عرضي لسطح الارض وده اللي بيؤدي للزلازل ووقتها كانت الملاحظات التجربية لتأثيرات الزلازل حاجة نادرة جدا لحد ما جد سنة 1750 عندما تعرضت انجلترا بشكل غير مسبوك وغير مألوف لسلسلة مكونة من خمس زلازل قوية وبعدها بخمس سنين سنة 1755 حصل زرزال كارثي والتسونامي اصفر عن وفاة حوالي سبعين الف شخص ودمرت مدينة ليشبونة بالبرتغال والحدث ده كان بداية العصر الحديث لعلم الزلازل ومن هنا بدأ اجراء العديد من الدراسات حول تأثيرات الزلازل ومواقعها طيب احنا كبشر مش ممكن يكون فيه عندنا اجهزة للرصد تقدر انها تتنبأ بحدوث الزلازل علشان الناس تقدر انها تخلي المباني مثلا وتلجأ الى اماكن امنا الاجابة هي انه لحد دلوقتي العلم لم يتوصل لطريقة رصد او تنبأ بشكل حقيقي بمكان وتوقيت الزلزال وده ناتج عن التعقيد الكبير لتحليل كامل لقشر كوكب الارض وانه حركة الصفائح المسببة للزلازل بتحدث ببطء شديد جدا ممكن يوصل لمئات السنين وبعدين الصدع يحصل فجأة وبسرعة اجهزة الرصد ما تلحقش تصدر انذار قبل الزلزال بوقت كافي يسمح بالاخلاء وباستعدادات دي ولكن بعض العلماء عندهم امل كبير في انه تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدر في المستقبل تساعدنا في جعل التنبؤات الخاصة بالزلازل اسرع واكثر دقة لانه التنبؤ الدقيق بالزلازل بيتطلب رسم خرائط وتحليل مكثف لقشرة الارض بما في ذلك تحديد كل نقطة ضغط علشان نتتبع بدقة اي من هذه نقاط الضغط قد تكون على وشك التمزق او الانفلاق علشان كده الباحثين بيعولوا على الذكاء الاصطناعي باستخدام برامج معينة تستوعب كميات كبيرة جدا من البيانات وانماط تحديد المواقع الاكتشاف علامات التحذير ده العلم ده التفسير العلمي والتعامل العلمي طيب ليه زلزال تركيا وسوريا كان مدمر وضحاياه كتير بالشكل ده اول حاجة لانه كان زلزال قوي جدا قوي شدته 7.8 درجة حسب المقاس الرسمي ودي يعني شدة عنيفة جدا ومركزه كمان قريب من سطح الارض نسبيا يعني على حوالي عمق 18 كيلو متر وده ادى الى اضرار جسيمة في المباني على سطح الارض ده غير انه الزلزال وقع في الساعات الاولى من الصباح الناس كلها كانت نايمة في بيوتها وعلشان كده كان عدد الضحايا كبير السؤال الاهم ازاي الدول اللي عايشة في قلب الزلازل او على احزمة الزلازل بتقيش وتتعامل اجابة السؤال ده في ان هذه الدول بتعمل مباني بتعرف تتعامل مع الزلازل ارخبيل اليابان مجموعة جزر اليابان مثلا بتقع على طول ما يعرف في الجيولوجيا باسم حزام النار حول المحيط الهادئ دي منطقة نشطة جدا بركانيا وزلزاليا على حافة الصفائح التكتونية في كل من مناطق اوراسيا والمحيط الهادئ والفلبين بمعنى انه موجود عند الحافة الفاصلة ما بين كل صفيحة واخرى ما لقى فيه يعني طبيعي انه هذه الصفائح بتنضغط احدها تحت التانية مما يؤدي الى تراكم ضغوط غير عادية في كتافتها الزلزال بيمثل متنفس لكل الضغوط دي هنا احنا بنتكلم عن جو مثالي في اليابان لحدوث زلازل كفيلة بانها تغير ملامح مدينة متوسطة الحجم وتسويها بالارض ولكن ده ما بيحصلش في اليابان لانه اليابان تعاملت مع الموضوع بمباني تقدر تواجه الزلازل وتنتص الاهتزازات ودي زي ما وصفها جين ساتو وهو مهندس انشاءات واستاذ مساعد في جامعة توكيو في تصريحات صحفية وقال لا بد ان تتمتع كل الابنية هناك حتى وان كانت صغيرة او مؤقتة بالمرونة اللازمة للصمود في وجه الزلازل التي تضرب هذا البلد نتمنى ان العالم كله يشوف التجربة اليابانية ويستفيد منها قدر الامكان ويشوف المباني الحديثة اللي بتصمد قدام الزلازل في اليابان وغيرها من الدول المعارضة للزلازل نرجع بقى لزلزال تركيا وسوريا المشكلة ان الخسائر الكبيرة اللي حصلت في الارواح وفي المنشآت بدأت تثير بعض القلق فيما يخص صدع شرق الانادور منطقة من المناطق النشطة او واحد من الفوالق الارضية المنتشرة في تركيا وكان هو السبب المباشر في الزلزال الاخير خبراء الجيولوجيا عندهم تخوف من انه الزلزال الاخير قد يساعد في تحفيز باقي الفوالق المتواجدة في تركيا وهو ما قد يسبب خسائر اكثر فداحة ده غير انه صفيحة شرق الانادور بيحيط بيحيط بيها ثلاث صفائح تكتونية اخرى تشمل الصفيحتين العربية والافريقية جنوبا والصفيحة الاورسية شمالة يعني كتل ارضية موزعة حول هذا الفوالق وكمان خطورة هذا الفوالق انه دائم للتساع وبيزداد وده ممكن يتسبب في حدوث الزلازل بشكل متكرر نتمنى انه مخاوف خبراء الجيولوجيا ما تكونش في محلها هي امنيات وانه الزكاء الاصطناعي في المستقبل يساعد البشرية في التنبؤ بمخاطر الزلازل وتوقيت وقوعة فاصل ونتحدث عن مشكلة اخرى او ازمة اخرى وصراع من نوع اخر ولكن هذه المرة تهديد قادم من السماء مش من الارض شكرا